يعلم بحضراتكم مرة أخرى هو وحشني جداً بصراحة بشكل شخصي وأكيد وحشكم أنتو كمان محللنا المميز دوماً محمد جمال وأصدقاء في الكنترول كمان بيقول له هو وحشنا جداً جيمي دايماً بيجي في المناسبات السعيدة والمناسبات السعيدة مع جيمي دايماً غالباً بتبقى متعلقة بالنادي الأهلي جيمي وحشني جداً بيبقى كي محمد الله على السلامة والف مليون مبروك النهاردة الله يخليك والف مبروك طبعاً لكل جماهير النادي الأهلي وحعودنا حميد طبعاً على البرنامج ويا رب إن شاء الله النهاردة يعني نكون خفاف كده على السادة المشاهدين كنت أول حاجة وافتكرت كلامك لما عدنا بعض كتير اللي له علاقة بالنادي الأهلي وفاكر الجملة بتاعة مارس الكولر والأجواء الأفريقية طبعاً وإزاي أتعامل معها وإزاي أتعامل مع المباراة الخارجية وتحدثنا عن هذا الأمر تحديداً لو أتذكر بعد مباراة ساندونز وده أعتقد اللوم الوحيد اللي أنت نمت على مارس الكولر طوالما صرته قلت لساعتها أنه لسه مفهمش طبيعة اللعبة فيها القرار الأفريقية النهاردة أنا بفرج على المباراة حسيته أنه لعب أربع خمس بطولات أفريقية قبل كده مع النادي الأهلي مش كان مباراة أفريقية مع النادي الأهلي حريص دفاعياً متواضع ما بيندفعش للأمام هجومياً وده كان رأيي أما عن رأيك فحابب أسمعه مارس الكولر مدير فني طابعه هجومي مدرب عنده بعض الأفكار وعنده أفكار صلبة هذه الأفكار الصلبة هنا كلمة صلبة معناها أنه ما بتدهرش لأ هي أفكار قابلة للتنفيذ قدت تودي جماهير النادي الأهلي للثناء على ما يفعله التطوير البروفايلز أو الحالة اللي خلقها الأكتر من اللعيب في أماكن كتير في الملعب ما كانش بقدر يعملها على سبيل المثال وليس الحصر كريم فؤاد وحمد فتحي تحديد مارس الكولر حتى عمل ده في كاس العلم للأندي الاندفاعات اللي كان بيعملها قدام ريال مدريد وفلامينجو وانتهت في مباراة سانداونز حتى على الصعيد المحلي لما بترى يلعب مع فرق قريبة منه في المستوى التنافسي زي مباراة بيرامدز بالمناسبة في الدور الأول أو حتى مباراة بيرامدز في نهاي الكاس بتتكلم على نوعية مختلفة من التاكتك ونوعية مختلفة بيقدمها مارسيل كولر وهو الالتزام التاكتك البحث التحولات والاندفاعات ولما نيجي نشرح الحالات الناس كلها بتتكلم من الأهلي إن الأهلي قال أهلي قدم مباراة ده فعية كبيرة جداً النهارة لكن مش بس ده هو الأهلي كان بينقصه جزء في إنهاء الهجمات لكن الأهلي عملت سبعة تحولات هجومية للتلت الأخير لملعب الرجاء النهاردة في مباراة يغلب عليها الطبيع الدفاعي السبعة تحولات هجومية طبعاً كان أكتر العيب لمس منهم الكرة أربع مرات لحسن الشحات حتى قبل تغييره ونزول أحمد عبدالقادر وبعد نزول أحمد عبدالقادر عمل واحدة فالراجل كان مقسم المباراة بالمناسبة أقول رقم بس حدد ديئة 80 إحنا كنا واصلين النادي الأهلي بسبع كرات على مرمى الرجاء أو سبع محاولات عشان ما فيش ولا واحدة فيهم بين الثلاث خشبات الرجاء كان وصلت سبع مرات منهم واحدة بس بين الثلاث خشبات صحيح يعني هو كان يتفوق على الأهلي بواحدة بس بين الثلاث خشبات وهنا تقولها خبرة المدرب الحالة التحفيز الترانزيشن هو كان عارف معده إمتى ودايماً هفضل أقولها من أول يوم لحد آخر يوم تمرس مرس الكولر مع النادي الأهلي كان من اليوم الأول لكن الجزء الأفريقي كان مختلف ومع ذلك الرجل دراس ماله تقسيم المباريات بشكل ممتاز الرجل داخل النهاردة كان بغرضه قبل المباراة أول ربع ساعة تعدي دون استقبال أهداف أقفل أشتغل كومباكت بشكل مميز أقفل المساحات على لعبط الرجاء والنهاردة الرجاء ما قادرش يعمل غير صغرة واحدة طول المباراة لنحية الشمال بتاعة الرجاء وهنجي نشرحها بعد شوية الناحية اليمين بتاعة النادي الأهلي رغم أن محمد هاني كان واحد بالنجوم المباراة قد المباراة كبيرة جدا لكن كان بتعمل عليه ضابل أب أو اتنين على واحد أو دلات على واحد الشوط الأول الشوط الأول طبعا الشوط الثاني لقيت قفلت تماما والالتزام بتاعة دينج حتى دينج أخطأ واحدة أو اتنين منهم راكلة الجزاء وهنقول راكلة الجزاء كانت إيه الغلطة فيها لكن مع الشوط الثاني لأ مستوى دينج نفسه اتحسن كتير وده ساعد محمد هاني إنه يقفل الناحية لي مين وكانت الوجبات بتاع ببرسيتاو أقل شوية في الالتزام فرجنا على الحالات طيب قبل ما نروح للحالات قبل ما نروح للحالات كان فيه لقطة مثيرة جدا للجدل وبطلها واللعب التجولي رجئ أهولو والحكم الليبي لمباراة الأهلي والرجاء النهارة لما نبتري نستعرض اللقطة كان فيه دي أربعة واربعين اللقطة اللي اعترض عليها العيدة الرجاء لإحتساب راكل الجزاء وقبل ما يتوجه للفار الكرة دي كملت وراحت في وسط الملعب خد إنذار رجئ أهولو في الدقيقة أربعة واربعين دي اللقطة اللي خد فيها الإنذار رجئ أهولو في الدقيقة أربعة واربعين اللي وقف بعدها الحكم علشان يروح للفار بعد ما استدعى الفار لإحتساب راكل الجزاء اللي احتسابها بالفعل وأهضرها نادي الرجاء في الدقيقة خمسة واربعين طيب ايه بقى اللي حصل حد هنا بعد كده لللقطة اللي بعدها في الدقيقة واحد وستين دي نفس اللقطة دي لقطة الدقيقة أربعة واربعين الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي إنه دي اللقطة التانية والإنذار التاني لرجئ أهولو في الدقيقة واحد وستين طيب إزاي العيب ياخد إنذار تدي أربعة واربعين ودقيقة واحد وستين ولا يطرد إيه اللي خلاه ما اتطردش إنه الناس دايما بتتكلم إنه طالما الإنذار طلع يا كريم ما بيرجعش ولكن في حالتين مهمين جدا في راكل الجزاء احتسبت في نفس سياق اللعبة يعني هي لعبة واحدة في لعبة واحدة راكل الجزاء لم تحتسب الحاكم كمر رجع للفار فرجع يشوف ضربة الجزاء وحسب ضربة الجزاء إذن هنا ده انذار بني على لعبة تانية طيب في حالتين ناس بتسأل طبعا الانذار طلع طب إيه اللي خليه عمل في حالتين لو الانذار اتاخد نتيجة سوق السلوك يعني ضرب بدون كرة يعني لعيب جاب جول وقلع التيشرت وبعدين الجلت حسب تسلل الانذار ما بيتلغيش ليه؟ لأنه ده انذار نتيجة سوق السلوك فسوق السلوك تم فهنا ما برجعش في الانذار إنما هنا ده فاول عادي جدا فاول في وسط البلعب فالراجل خد انذار فلما رجع للفار ودي اللي الكاميرا ما جابتهاش لما رجع للفار الراجل قيد عنده إنه تم إلغاء الانذار واحتسب اللعبة السابقة لها اللي هي راكلة الجزاء فبالتالي الراجل خد انذار واحد في ديها واحد وستين وديك هيتفكر يتخبرنا التحكيم يا الكبير كابتن محمد جمال نخش بقى على التحليل الفني طيب مرسي كلها عامل النهاردة من الديئة الأولى من الديئة الأولى أي حد يا كريم هتيجي تتكلم معاه وتسأله تقوله هو الرجاء راس ماله إيه؟ إيه أهم ميزة عند الرجاء وأكتر حاجة تخاف منها على النادي الأهلي خاصة في ظل تراجع النادي الأهلي في المباريات الأخيرة فين؟ في الكرات السابتة؟ الكرات العرضية واحد وتلاتين واحد وتلاتين كروس واحد وتلاتين كروس الرجاء أخد منهم خامسة واحد وتلاتين كروس الرجاء أخد منهم خامسة ناس كتير كان بتسأله محمود متولي اللي مارسي الكوللر مقتنع بيه قناعات كبيرة جدا هو اللي هيبدأ النهاردة ولا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم هو نجمل اللقاء الأول في وجهة نظري ياسر إبراهيم قدم مباراة مع محمد عب منعيم مباراة كبيرة كما هو معتاد Bashan Adi لكن ياسر ابراهيم النهاردة كان هو التريك اللي حطه مارسي الكولر في بدايته للمباراة خليت انه اهم سلاح عند الرجاء تعارف يعني واحد تلاتين كروس في المباراة عند اتنين وعشرين متحرك وتسع وتسع ركنيات لما ليجي نستعرض نستعرض بقى ما تخش منهم واحدة هذا الوقافات نستعرض الوقافات ووجود ياسر النهاردة الرجل كان عامل تريك انه الطبيعي ان السنتر باك اللي السنتر باكين بياخدين الاتنين المهاجمين او مهاجم واهم مدافع فيه الركلات فهتلاقي انه ياسر ابراهيم ما كانش بيعمل كده محمد عبد الملعم دايما وقف في السنتر لانه العيب مميز جدا في الكرات الهوائية وعى البعيدة علشان يبقى اوه قافل السيناريو هنا لو لو الرجاء حاب بيعملها على القريبة اوه على البعيدة يعني دي بعد ما زهر الرجاء من الكروس اللي بتتعامل مرة واحدة والاهلي هو اللي بياخدها في الاريالز وانطلع خمسين خمسين لكن في النهاية الكورنر نفسه لم ينجح الرجاء في استعادة الكرة التانية الا في خمس مرات في المباراة من الواحد وتلاتين عارف اينا واحد تلاتين يعني كل تلات دقايق الرجاء بيعمل كروس كل تلات دقايق ففرق راس مالها هي الركنيات ازاي اللي لنادي الاهلي اللي كان عليه كلام كتير جدا وناس بتتكلم على انه الاهلي عنده مشكلة في استقبال الكرات العرضية خاصة في الحالة الدفاعية احاولها تبقى بالشكل ده يحسب الناس الكولر ويحسب النهار تحديدا لياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اللي هو ماشي بافضل افضل مستوى لي في الفترة الاخيرة وانا مش ازود على كلامك اللي قلت في المقدمة كتير حامل عبد المنعم بلا شك افضل لاعب افضل مدافع مصري موجود في الدوري المحلي الى جوار احمد حجازي طبعا في الدوري السعودي افضل اتنين مدافعين في الكرة المصرية بلا شك من يناير اتنين وعشر حتى هذه اللحظة كمل الكرة دي الصورة اللي بعدها وياسر ابراهيم هو اخر لعب من النادي الاهل جوال 18 ما بيدفعش محمد هاني بيقطع على القريبة يا كريم وبيسيب طبيعي محمد هاني زهير ايمن استغلالا للطول محمد هاني بيقطع على القريبة يفضل محمد عبد المنعم في السنتر واقف لانه لعيب مميز جدا في الكرات الهوائية وياسر ابراهيم هو اللعب اللي واخد دايما للعرضة البعيدة دايما من ناحية الشمالة بأاخد البعيدة من مستحيل اللعيبة تعملها باي ديفولت ده تمرين ده تحفيز لانه كرارت مرة واثنين وتلاتة واربعة في الشوت الاول والشوت التاني بتلاقي ياسر دايما بعيد عن الكور بعيد عن الكروس واخد البعيدة علشان ابقى حامي اه في الاهل تمن لعيبة وتسعة لعيبة جوال 18 لكن انا مرتكز على تلات لعيبة مميزين او في الكرات الهوائية ودايما التلاتة قدامهم حمد فتح اميز اربع لعبين في الاهلي في كرات الهوائية هم اللي بياخدوا عرض الملعب عرض عرض منطقة ال18 ومنطقة الستة دايما عشان يحموا محمد الشناوي هتلاقي انه مارسي الكولر النهاردة كان محفز التلات لعيبة. محمد هاني على القريبة. محمد عبد المنعم في السنتر وياسر ابراهيم. كمل هاتي اللي بعديها على طول وهتلاقي ان ياسر عينيه على الكورة. دايما سابق المدافع بخطوة وبيشيلها. بقرر الروح للي بعدها. هتلاقي ان محمد عبد المنعم هو اللي بياخدها من على القريبة وياسر برضو حمل بعيدة. كمل. كمل هاتهات الفريم اللي بعده. كمان واحدة. نفس القص دايما. حمدي قدامهم. ياسر ومعلول هما في الاخر. ياسر داخل هنا لان الكرة الجاية من العكسية فبيغطي قدامه. اليود يانج. وهناك خالص في النص دايما هتلاقي في السنتر. محمد عبد الملعم هو اللي بيطلع بيطلع من السنتر وقدامه حمدي فاتح. بيخلي افضل اتنين لعيبة في كرات الرقصية. النهاردة امتياز للنادي الاهلي في كرات السبتة. امتياز لياسر ابراهيم حمدي فاتح محمد عبد الملعم. لكن النهاردة انا بقوزني على آسر إبراهيم لانه اللي كان بيلعب اساسي بعد عددته من الاصابة محمود متولي ان يجوا من على البنش. ودايماً ياسر ابراهيم في المواعيد الكبرى حاضر. ياسر ابراهيم عنده من قوة الشخصية انا في كل المواعيد الكبرى حتى لو فريقي نادي الاهل ما بيبقاش وافضل حالته دايماً ياسر ابراهي ما خلال هذه الفترة أنا مش هيس على المبارادي أنا هيس على المباراديات قادمة كثيرة يعني فده هيبقى نجاح مطلق له في الكرة المصرية عامة لأن الكرة المصرية كلها عندها نفس العيب منتخبات وفرق وأهلي قبل كده كل الناس في مصر عندها مشكلة في الكرة العرضية الدفاعية فلو قدر يعالج ده على مستوى مباراديات متكررة ده يبقى إنجاز عظيم يحسب لوحده كده هتفهم عاكم اليوم في الماء لكن خلينا أقول لك نجاح مهم جداً اللي مرسل كلها على صعيد الأرقام لما نتكلم على المباراات الواحد وعشرين الأخير هبقلكش بعلمات شوالا تنين ولا تنين واحد وعشرين مباراة الأهلي طلع كلين شيت في تلاتاشر مباراة في كل المسابقات كلمش على المحلي أو الأفريقي اللي اتنين مع بعض آخر واحد وعشرين مباراة لعبهم النادي الأهلي قدر إنه يطلع بكلين شيت في تلاتاشر سجل في تسعتاشر مباراة من الواحد وعشرين وأن المباراة الرابعة على التوالف دوري أفطال أفريقيا يكفي إن أقول لك أنه النادي الأهلي والفريق الوحيد من التواني وكالعادة النادي الأهلي في رقش معاه أول والتاني دور المجموعات مختلف تماماً عن النوك آوت والناس اللي كنت بتشبه الأهلي بريع المدريد هو الأهلي فعلاً هو ريع المدريد أفريقيا الأهلي دور المجموعات مختلف تماماً عن النوك آوت الأهلي النهاردة بتتكلم على أنه بيوصل لسبع مرات من آخر 8 سنين للسيمي فاينال الأهلي واصل للسيمي فاينال 19 مباراة ويمكن فقل حسن على جماهير النادي الأهلي إنه 19 مباراة الأهلي في 15 مناسبة من الثمنتشر اللي فاتوا نجح إن يوصل للفاينال قبل ما الأهلي يلعب الترجي 3 مباريات فقط النادي الأهلي ودع السيمي فاينال أرقام كبيرة وأرقام مهمة مش بس بقف عنده مباراة النهاردة لكن مرسي الكولر بيكمل مسيرته وبيصلح أخطاءه وده أهم حاجة قدر إنه يحفظ الكرة الأفريقية يفهم الكرة الأفريقية بلعب الرجاء النهاردة بسلوب شمال أفريقي باحت بلعب الرجاء على ملعبه فوسط 50 ألف ومتفرج تحت ضغط جماهير كبير جدا بسلوب شمال أفريقي باحت قدر إنه بصطلح كده ما بين قصين يعني فيما يسمى كده في شمال أفريقي الكلاحة الكراوي أنا قدر إزاي زهقك من الكرة أنت بتحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بكل الطرق مش قادر عدا لاختراك ثلاث مرات لتجابها اليوم عارف عجبني إيه في الآلف في الشوت الأول كمان فكرة الأهل لعب بطريقة لعب الشوال الأفريقية في الشوت الأول طبعا أنا هادي ولو حد هيستفز فانتا اللي هتستفز مش أنا باستنيك تغلط بالزبط كده عاش كده أنا سرخت مع كرة بتاعت ديانج مع ضربة الجزاء ليه سرخت إنه الأهل يسابت واقف على رجله وأنا متأكد إنه مرس الكرة بعد الشوت الأول لكن هيتطلع يسقف لهم يقول لهم أنتو تمام بنسبة كبيرة فيعني هنتكلم على ضربة الجزاء دي شوية معاك بس نروح لفاصل يلا بي عشان لازم نروح لفاصل الحوار بقى محمد جمال بصراحة جيمي جامد جدا يا جماعة عبيبا كيف محلل جامد جدا لسا مكملين مع جيمي نكمل معا تحليل عظيم عن مباراة الأهلي والرجاء بعد هذا الفاصل خليكم معاك يعلم بحضراتكم مرة أخرى طب جيمي إيه تاني النهاردة شفته كان مميز في النادي الهدي إنه الأهلي بيلعب واحدة واحدة ده مهم جدا جدا سواء بتلعب مباراة وجمية أو مباراة دفاعية لازم تحتفظ وتلتزم بالسيستم اللي الراجل عامله وده اللي الأهلي عملوا في معظم أوقات المباراة بزي ما قلت لك هما الثلاث اختراقات اللي حصلوا من ناحية الشمال للرجاء اليمين بتاع النادي الهدي واللي هما اللقطتين المؤثرين في المباراة التصويب اللي كانت من جواة 18 إن شاء الله محمد الشناوي من الزوية الدقيقة والكرة الثانية اللي اتحسبت راكل الجزاء هما دول الغلطتين بس إنما الأهل الطول الوقت قادر يقفل كومباكت قادر يقفل الأجناحة بشكل ممتاز عشان كده بقولك محمد هاني عمل مباراة كبيرة لأن لو ديانجي مقدمشوا مباراة كبيرة في الشوط الأول كان ممتاز في الشوط الثاني لكن في الشوط الأول فمحمد هاني كان لوحده وكمان ياسر إبراهيم عشان كده بقولك هاني وياسر إبراهيم قفلوا الجابها اليمين وعملوا أكتر من الإقدار عليه قصتهم في الشوط الثاني ورغم كده الاختراقين الوحيدين اللي حصل واحد راكلة الجزاء اللي خلينا أقولك هي راكلة الجزاء حصلت ليه مش بس إزاي تم تفضية الناحية اللي مين ودي كانت اللعيب أو الغلطة اللي غلطها ليه راكلة الجزاء حصلت النهاردة للنادي الآن خلينا لما الصور تجهز بتاعة راكلة الجزاء من أولها خالص هاتوا جماعة صورة راكلة الجزاء الكرة في وسط الملعب الناس كلها انت لما تيجي بص الناس دايما بيبص على لقطة الأخيرة انه ديانج حط رجله مع الراجل بص الكرة فين بص الكرة وتجمعة الرجاء أولا الغلطة الأولانية الراجل رجئ أهولو بيستلم في وسط الملعب لوحده هنا مستني ديانج ومستني تاور يحين يعملوا الضابل أب على المدافع وسيبين وفضين وسط الملعب خالص هات الفريم اللي بعده هتلاقي جي أهولو بيستلم بتتحط هنا بكمل الفريم اللي بعده أسرع هتلاقي الراجل هنا استلم فضة اتحط هينزل الراجل زريدة هينزل من نور هينزل تحت يستلم الغلطة بقى تبقى فين بعد ما ديانج وتاو كانوا بيتغطع لحي تليمين هيروح ضمين كلهم الجوة الملعب هنا كان ملتزموش باللي طالب مرس الكولر ان كل اللعيب عنده بربع بيشتغل فيه وده اللي بيحصل في التمرين بالمناسبة ده اللي بيحصل في التمرين علشان خلفوا تعليمات مرس الكولر الاهلي حصلت عليه ركلة الجزاء كمل هبان في بعد دي بفريمين كمل تاني بص هنا التجميع ابتدى حمدي ضغط من الآخر كمل واحدة كمان بص اللعبات كلها بص بص يا كريم عندك كلت الملعب بالطول ناحية تليمين فاضي تماما هاني عامل دروض بصح مية في المية انه داخل قافل جوه انسايد بيعمل التخطية العكسية ياسر منعم نازل تحت مع حمزة خابة عشان عشان ما يخليوش يستلم معلول واقف تحت بص بق حسين مروان ديانج حمدي لاربعة في مربع عشرة متر سايبين الناحية الشمال فاضية تماما فاللعبات سحبت مالتزموش بالاماكن اتسحبوا كلهم تحت الكورة ركزوا على الكورة مركزوش على الاماكن زي اللي حصل في باقي المباراة فلما تسحبوا الفرقة كلها ناحية الشمال وفي وسط الملعب كمل الفريم اللي بعده هتلاقي فيه اربعين متر فاضية فين بقى ابتالت لما لعبت الاهلي ترجع وياسر روح يستلم من محمد هاني ومحمد هاني يطلع اتعامل على هاني دابلاب وقع كمل الفريم اللي بعده كمل تاني كمان الراجل بص هنا وقف ارجع تاني معلش ارجع الفريم اللي بعد بص كريم هنا هاني مش عارف لا يروح للرجل اللي معاك كورة لانه معمول عليه دابلاب معمول عليه اتنين على واحد مش عارف يطلع للرجل دا ولا يروح يكمل لانه اللعب ديانج راح متأخر لانه كان في وسط الملعب وعمل الترحيل غلط والعب كله عمل الترحيل غلط كمل تاني كمل تاني كمان واحدة بص هنا ديانج راح امتى راح في الاخر خالص الطبيعي ديانج كمل فريم اللي بعده ما كانش يحط رجله مع الراجل بالشكل دا لانه مقفول عليه الراجل ما عنده زاوي التصويب ولا عنده اي حاجة ممكن يعملها اقصى حاجة هيرجع يحطها للعب اللي بيشاور له بقديه رقم عشرة الزرهوني اقصى حاجة يحطها لبرا اللي رايح معاه حمدي فتحي فانت استعجلت واتهورت وحطت رجلك واللعب حاجز برجله الشمال عليك ما تعملش كده خليك مكمل معاه بحيث لما يجي يصوب الراجل ما كانش هيصوب الراجل لسه كان بيحجز على الكورة حطت رجلك معاه ارتكبت ضرب الجزاء هنا راكلت الجزاء مش بس نتيجة غلطة ديانج لا هي نتيجة غلطة المجموعة في تطبيق السيستم من الغلطات النادرة اللي حصلت النهاردة في مباراة الرجاء ان الترحيل ما كانش صحيح الكمباكت جيمو السيستم ما كانش كما ينبغي الاهل في ده 44 دقيقة عاملوا بشكل لموذج غلطة واحدة في التصويب مباراة السيمي فاينل مباراة مهمة جدا جدا تراجي طبعا الاهل هيواجه التراجي بعد التعادل فيه النهاردة التراجي وشبيبة القبائل المباراة كان فيها شغب جماهيري كبير جدا وبالمناسبة الهيئة التونسية لمقاومة الشغب كانوا أصدروا تعليمات وبيان لفريق التراجي بعد إيقاف جماهير التراجي مبارتين محليتين بسبب نفس أعمال الشغب في مباراة السفاقسي ومباراة النجم الساحلي إنه المباراتين القادمتين عقوبة مع إيقاف التنفيذ في مباراة السفاقسي واتفعلت في مباراة النجم الساحلي مباراتين ضد التراجي كان فيه عقوبة على التراجي في عشرين واحد وعشرين زي ما أنت قلت يا كريم في المقدمة بإنه فيه عقوبة بمباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ في حالة تكرار الشغب أظن الشغب ما فيش شغب أكتر من كده النهاردة المباراة متوقفة كان مصر على عدم استكمال المباراة لولا انه كمل المباراة بعد ما تم اقناعه من مسئولين التونسين قولا واحدة مسئولية ملقاة على عطق الكاف في المقام الاول ارساء مبدأ اللعب النظيف وحماية كامل عناصر اللعبة سواء بعثة النادي الاهلي او اللاعبين خاصة ان مباراة الزهاب ستقام اولا في الغالب يوم 12 ماي القادم ان شاء الله في تونس مباراة العودة في القاهرة اتنين ما فيش مجال للنادي الاهلي انه لا يضغط من اجل الحصول فقط على حقه بانه يلعب المباراة القادمة يوم 12 في تونس بدون جمهور هنا الاهلي ما بتلبش قرار جديد الاهلي بيطالب بتفعيل القرار السابق انه عقوبة ايقاف مباراتين مع ايقاف التنفيذ النهاردة كان فيش اغلب الامر بالنسبالي محسوم تماما على قدارة النادي الاهلي من الغد والكاف اصدار قرار انه مباراة 12 مايو ان شاء الله في تونس تكون بدون جمهور بالمناسبة احترام كامل لجماهير التراجي احترام كامل لجماهير التونسية نحن نتحدث هنا عن مصلحة للنادي الاهلي مصلحة للنادي الاهلي انه بالتأكيد يلعب مباراة التراجي في تونس دون جماهير التراجي دي هتدي افضلية اكيد للنادي الاهلي وإن كان نادي الأهل النعارضة يلعب أمام أكثر من 40 ألف مشجع للرجاء وأمام ملعب أو في ملعب صعب جدا هو ملعب محمد الخامس ورغم كده نادي الأهل عمل مباراة كبيرة جدا فالنادي الأهل ما يلاقش من الجماهير بس بالتأكيد لو ما فيش جماهير في أفضلية دي النادي الأهل قبل ما تقفل بمناسبة مباراة الترجي أنا ما أتكلمش أنا عشان المباراة تكون بدون جمهور النادي الأهل عنده رقم مميز جدا في 8 مباراة في 8 مباراة خدهم زهابا إيابا في النسخ الثمانية الأخيرة الأهل كسب 16 مباراة زهابا إيابا الأهل كسب 6 مباراة على أرضه ومباراة واحدة خارج الأرض كانت على حساب الترجي في تولس بجمهور كامل ملعب بساعة كاملة فإحنا هنا بنتكلم إرساء مبدأ العدالة وحصول النادي الأهل على حقهم شكرا جيمانا بشكرا جزيلا كالعدم مميز وراء شكرا كريم